شكرا زميل محمد نعم نتواجد هنا في مركز محمد بن راشد للفضاء وتحديدا في غرفة التحكم حقيقة ربما يعني دقائق تفصلنا عن انطلاق القمر الصناعي خليفة سات إلى مساره في الفضاء والمشاعر بالتأكيد لا توصف بالنسبة للموظفين أو حتى الزائرين المتواجدين هنا في مركز محمد بن راشد الفضاء نتواجد في غرفة التحكم ومعي في هذه اللحظات عدنان الرئيس مدير إدارة الاستشارة من بعد بالمركز ربما الجمهور والشعب الإماراتي والعرب عموما يسألون ماذا سيقدم القمر خليفة سات للإمارات والعالم بداية نرحب فيكم في مركز التحكم مراقبة الأرضية الخاصة بالقمر الصناعي خليفة سات في مركز محمد بن راشد الفضاء القمر الصناعي خليفة سات هذا القمر الصناعي الذي تم تصنيع أمية بالنمية في دولة الإمارات هو قمر الاستشعار عن بعد يزودنا بصور عالية الجودة والوضوح للدولة وإي مكان في العالم عدنا كاميرا التصوير على متن القمر الصناعي خليفة سات يعطينا الصور بدقة وضوح تقريبا سبعين سنتيمتر وهذه الصور لها استخدامات كثيرة في التطبيقات البيئية أيضا لدراسة آثار الكوارثة الطبيعية بالإضافة إلى تحديث الخرائط المختلفة عدنا لو نتحدث شوي عن غرفة التحكم حدثنا عنها اشراحلنا عن غرفة التحكم بعد إطلاق القمر الصناعي مركز التحكم والمراقبة الأرضية الخاصة والقمر الصناعي خليفة سات هذا المركز المسؤول عن إدارة عمليات هذا القمر الصناعي اليوم إن شاء الله راح يكون عندنا الإطلاق في الساعة الثامنة صباحا بعد الإطلاق من فصال القمر عن الصاروخ ودخوله في مدارة راح نبدأ من خلال مركز التحكم والمراقبة الأرضية بالتواصل مع القمر الصناعي واستقبال الإشارة من القمر الصناعي من استقبل الإشارة إن شاء الله من القمر نبدأ بعملياتنا المختلفة نتأكد من عمل الأجهزة والأنظمة المختلفة على متن القمر الصناعي بعد ذلك بعد ما نتأكد من جاهزية جميع الأنظمة الموجودة على متن القمر الصناعي نبدأ إن شاء الله عمليات التصوير المختلفة غرفة التحكم اليوم ربما ستكون متصلة أكيد باليابان وقبل إطلاق الصاروخ بعد إطلاق الصاروخ ماذا ننتظر من القمر الصناعي؟ بعد انفصال القمر الصناعي عن الصاروخ ودخوله في مدارع الارتفاع 600 كم تقريبا في تمام الساعة 9 ونصف إن شاء الله سنستقبل أول إشارة من القمر الصناعي بإذن الله عند استقبال الإشارة نبدأ نستقبل معلومات المختلفة من القمر الصناعي عندنا الفريق المتواجد هنا في إمارة دبي راح يكون متواصل مع فريقنا في اليابان وأيضا هناك أيضا تواصل مع المحطة الأرضية في القطب الشمالي من خلال المحطة الأرضية في القطب الشمالي راح نتحكم بالقمر الصناعي من خلال أيضا مركز تحكم راح نتصل بالمحطة الأرضية في القطب الشمالي ونبدأ التواصل بالقمر الصناعي خليفة ساد واستقبال المعلومات المختلفة عن حالة القمر صحة حالة الألواح الشمسية والأنظمة الكهربائية وأنظمة اتصال موجودة على متن القمر الصناعي عدنان رئيس مدير إدارة الاستشعار عن بعد شكرا جزيلا لك إذن نحن في مركز محمد بن راشد للفضاء ننتظر هذه اللحظة التاريخية والإنجاز الجديد الذي سيضاف إلى الإنجازات الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا ما ردي في الوقت الحالي سأعود إليكم في الاستوديو زميل محمد